في العاصمة عدن بحث لقاء ضم رئيس القضاء الأعلى القاضي محسن الحوشبي ورئيس المحكمة العليا الدكتور علي الأعوش ووزير الدولة المحافظة العاصمة عدن أحمد لملس السبل الممكن للتعزيز أليات التعاون والتنسيق لتسهيل وتطوير سير التعامل مع مختلف القضايا ووقف اللقاء ماما جملة من القضايا والأحداث المتعلقة بالمحاكم والأحكام القضائية وتطبيق القانون وما لها من أثر وانعكاس إيجابي على الواقع وحياة المواطنين بالإضافة إلى إشكالية مباني السلطات القضائية في مدريات العاصمة عدن وسبل معالجتها كما تطرق اللقاء إلى جملة من المقترحات والأليات والخطط للإسهام في تكامل العمل وجودة التعامل مع مختلف القضايا وأكد الحاضرون على أهمية العمل الجماعي والتعاون للتسريع في سير عملية المعالجة وفقا للنظام والقانون وأشاد لملة بجهود ودور مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وبما كانت السلطة القضائية في إنفاذ سيادة القانون والعمل الدؤوب والمتابعة المستمرة والحثيثة لإستير العمل القضائي وأكد على أهمية عقد الاجتماعات لتذيل أي صعوبات قد تواجه عمل القضاء في العاصمة عدن ترجمة نانسي قنقر